اشتركوا في القناة والحذر خاصة المناطق الصحراوية والمكشوفة قائدين المركبات مع نشاط الرياح بسرعة 50 كيلومتر في الساعة في فرص لتراجع الرؤية الأفقية خارج المدينة الرياح الشمال الغربية ستستمر ويانا لعدة أيام لكن ابتداء من يوم السبب بذن الله سيرجع الهوى الكوس الأجواء الحارة مستمرة ويانا ولكنها أقل مما كانت عليه في الأيام الماضية الاعتدال في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة ما سيكون ملحوظ بذن الله إلا بعد تساوي الليل والنهار في الكويت بتاريخ 27 تسعة الجاري أي بعد تراجع عدد ساعات التسخين راح نحس بالاعتدال يكون ملحوظ أكثر خلال فترة النهار وأيضا بعد تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس وبعد تراجع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية أجواء نصافية حاليا والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة كحد أقصى الليلة تصل في سرعتها 35 كيلومتر في الساعة حاليا سرعتها 28 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا 36 درجة مئوية ورطوبة نسبية 15 بالمئة ورؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر صور الأقمار الصناعية بين السماء خالية من السحب الوضعية هذه ستستمر ويانا لعدة أيام نتيجة امتداد تأثير منخفض جوي أيضا سيستمر ويانا لعدة أيام الرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام درجات حرارة تتراوح ما بين 29 إلى 33 درجة مئوية في أغلب المناطق طبعا باستثناء الجزر الجنوبية درجات الحرارة فيها راح تتراوح ما بين 32 إلى 31 درجة مئوية و33 في فيلتشة البحر خفيفة لمعتدل الموج الليلة تراوح من 2 إلى 4 قدم لكن باشر بدنا الله مع نشاط الرياح تدريجيا في فرص ارتفاع الأمواج راح تصل الأمواج إلى 6 قدم من 2 إلى 6 قدم خفيفة لمعتدلة طبعا ترتفع بين الحين والآخر لذلك تمنى منكم ديروا مباكم أخواننا الحداقة خاصة مع نشاط الرياح داخل البحر ساعات الصباح الأولى ودرجات الحرارة الصغرى راح تتراوح ما بين 26 إلى 29 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء الجزر الجنوبية والسواح الجنوبية درجات الحرارة فيها راح تتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية أجواء حارة منتصف نهار يوم الغد والرياح راح تكون نشطة بين الحين والآخر في فرص الغبار لكن على المناطق الصحراوية والمكشوفة فقط بذن الله ما راح تتأثر مدينة الكويت بهذه الفرص درجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 41 إلى الـ 44 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء السواحل الجنوبية والجزر درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين الـ 40 إلى الـ 42 درجة مئوية أجواء حارة الرياح نشطة بين الحين والآخر كحد أقصى تصل في سرعتها خلال منتصف النهار الـ 45 كيلومتر في الساعة ولكن بعد غروب الشمس راح تتراجع سرعة الرياح وأيضا الأمواج البحر راح يكون خلال مساء خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 4 قدم لكن من أجل سلامتكم أجلوا أي نشاط بحري باشر وعقب باشر مساء يوم الغد بدنا الله درجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 25 إلى الـ 26 درجة مئوية في بعض المناطق الغربية من البلاد وـ 30 تقريبا إلى الـ 25 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي درجات الحرارة شوية راح تكون أعلى خلال هذه الأيام وخلال هذه الفترة طبعا في السواحل الجنوبية والجزر الجنوبية البحر خفيف إلى معتدل موج وسماء صافية ورياح خفيفة إلى معتدلة سرعتها تصل كحد أقصى إلى الـ 35 كيلومتر في الساعة البحر عزاء المشاهدين من فترات الحمل أولا راح يكون من 2 إلى 6 قدم لكن بعد ذلك من 2 إلى 4 قدم من أجل سلامتكم أجلوا أي نشاط بحري لأن ارتفاع الأمواج راح يكون عالي بين الحين والآخر خلال فترة النهار وحتى غروب الشمس تقريبا والوضعية هذه راح تستمر ويانة باشر وعقب باشر المدى الأول بإذن الله الساعة 29 دقيقة صباحا والمدى الثاني الساعة 11 و33 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 53 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 25 و20 دقيقة مساء المواقع بإذن الله أذان الفير الساعة 9 دقيقة والشروق الساعة 25 والمغرب الساعة 6 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء حرة راح تستمر ويانا خلال فترة الظهيرة فلما قلنا الاعتدار ما راح يكون ملحوظ إلا بعد تساوي الليل والنهار بعد تراجع عدد ساعات التسخين وبعد تراجع درجات الحرارة على الـ 40 درجة مئوية أجواء حارة خلال النهار درجات الحرارة بوجه عام راح تتراوح ما بين الـ 43 إلى الـ 44 درجة مئوية خلال الخمس أيام القادمة أما الصغرى فرح تتراوح ما بين الـ 30 إلى الـ 32 درجة مئوية الرياح الشمالي الغربية راح تكون نشطة بشكل ملحوظ يوم الأربعة وفي يوم الخميس تصل صرعتها الـ 50 كم في الساعة منا منكم أخذ الحيطة والحذار ديروا باركم خاصة قائدين المركبات خارج المدينة رياح نشطة بين الحين والآخر تتراجع سرعتها تدريجيا بعد غروب الشمس سرعتها من 12 إلى 45 خلال النهار في يوم الأربعة ويوم الغد بعد ذلك من 15 إلى 50 في يوم الخميس والبحر أيضا سيكون معتدل إلى عالي الموج من 2 إلى 6 قدم ذلك أجل أي نشاط بحري حتى يوم الخميس تتراجع سرعة الرياح تدريجيا في يوم الجمعة ستكون من 10 إلى 32 كم في الساعة جواء حارة نسبيا 43 للأضمى والصغرى 30 درجة مئوية مع نهاية يوم الجمعة بإذن الله يقلب الهوى إلى الكوس والحساس برطوبة يكون ملحوظ أكثر خاصة على المناطق الساحلية الهوى الكوس سيستمر ويانا في يوم السبت والأحد رياح متقلبة الاتجاه إلى كوس بين الحين والآخر سرعتها من 10 إلى 28 كم في الساعة 44 للأضمى والصغرى 31 درجة مئوية وكذلك في يوم الأحد 44 والصغرى 32 درجة مئوية والهوى الكوس من 10 إلى 30 كم في الساعة سأل مشاهدين الأجواء الحارة مستمر ويانا خلال النهار أكثر اعتدالا درجات الحرارة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر لا نزال في موسم اسحيل اللي راح يستمر ويانا حتى منتصف شهر عشر القادم نشط الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر